السلام عليكم و كراكم دي لباس عليكم بخير كل شي لباس بسم الله الرحمن الرحيم الله و ما صلى الله و سلم على سيدنا محمد مبروك عليكم في دخولنا على رمضان وهذا اخر فيديو حتى المو رمضان عنده فيديو لان انا في كل رمضان كنستغلو ما كنبغيش ندير فيديوهات ما كنبغيش نشوف شي حاجة أو الليل كنستغلو يعني بالصوم في الأكل والصوم على الهضرة فا今日 نريد موضوع الموضوع الموضوع النقز من واحد تل الف من موضوع علمي وهو يدرسه الغربيين ما كنت نوصلوه الشي نتيجين و هناك نتيجين و لاي نوصلوه نريد موضوع القرآن والدين والأولياء و نريد موضوع لديهم بذلك موضوع اسمه الخطوات أو طي الأرض الخطوات أو طي الأرض ما معنى الخطوات أو طي الأرض هما أولياء الله اللي كيف تحلوهم الله هاتشي والأنبياء والرسول كتبقى يعني كتتدير خطوة خطوة بحالي تمشيت مسيرة متانا سنة أو مسيرة ستة أشهر يعني كتدير خطوة جزي خطوات كتلقرس كفدولة أخرى في شي بلاسة أخرى يعني على حسب ذلك البلاسة اللي كبغي تمشي لها أول حاجة مش كي تبدالك الخطوات كي يسمون هذا كي يقولون إسقاط النجمة إن الأولياء ما كي ما عندهم شر المصطلح دي الإسقاط النجمة الإسقاط النجمة النحن الإسقاط النجمة الروحانية ما هما الخطوات كي يقولون أهل الخطوات أو طي الأرض ما كي يعلمون أن تتلمي نتاحهم تتلمي نتاحهم ما كيكونش في خبارهم يعني هذا كتوصلون تبلجتي هاد نتاعك كتبدا بعد أول حالة منه كتبدا أنك طي الأرض أو الخطوات كتبدا أنك طي الأرض خطوات في العالم الباطن العالم الآخر. يعني يجب الناس يشوفوك فيما مشاو كتبدي تصافر منتا في المنام بزاف كتتصافر بزاف هذا كيكون عندك سهل باش يكون انك تملك طيّة الأرض. باش تكون عندك هذه القضية ديال الطيّة الأرض هالكارامة الكبيرة هي التقرب إلى الله بالنوافيل. دير هذه حلقة فدنك. تقرب إلى الله بالنوافيل. ما يزال عبد يتقرب إليه بالنوافيل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه. ركزوا على هذه الصطروا على هذه الصطروا على هذه. تسمعينوا مزيان كنت سمعه. بزاف الناس كيبقوا يأتي على القومة كي يعرفوا. كنت سمعوا الذي يسمع به. اسمع. هل الناس اللي كيبقى يقولك بقدر نفتح الباصيرة أو الباصيرات. هذه الباصيرة فهذه تبقى تسمع الناس من بعد كيهضروا عليك وتقدر تسمع في المنام وتقدر لها. هذه أنا وقعت لها نعود لكم هذه العادة. وبصره الذي يبصر به. وكتولي تشوف الأشياء التي لا يشوفها الناس العاديين. كما نقوله بصر الله سبحانه وتعالى. البصر الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها. هنا كان واحد تصير. إذا لم يشتم. مثلا دعي عليك تزيدك. دعي عليك هذا ولا ضربك ولا يقدر هزي حاجة تقيلة. بزاف الحواج يقدر ديهم بيد ديهم. هنا ستكون تستطروا لها القادية. أن تعطي الأرض. ورجليه ورجلاه التي يمشي بها. رجلي اللي يمشي بهم. يعني كما نقوله هنا كيقول الله. ولا يزال العبد يتقرب إليه بنافل حتى أحبه أحبه فإذا أحببته كنت السمع. كنت السمع الذي يسمع به والبصر الذي يبصر به. وبيه ويده التي يبطش بها. ورجلاه التي يمشي بها. هنا هنا كيقولوا بزاف ديال الصحابة. بزاف اللي كانوا كيتمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا كيشوفوه كيتمشي بالخف ما كيقدروا كيتمشي معه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيتمشي بالخف بزاف. فهمتوا. آآ هذه جليها التي يمشي بها. يعني كل شيء العنبياء والرسول كتكون انهم قد ينتع آآ هذا الكرامة ديال طي الأرض. تفهمنا؟ يعني المشي. يعني كتولي حتى المشي آآ يعني كي يقولي يعني كطي الأرض. كتولي الدخول في زمن الله. قدوسي هذا الحادث هذا كيهضر بأنه كاين طي الأرض. يعني آآ يعني آآ إلا بقيت بالنوافيل. هنا ركزوا له القدية بزاف. شا ما ما تبقى يجي يقول لك حقا أن تقول الله عشرات للمرات وللاشين برات. خسك الاجتهاد يا أخي ويا أختي خسك الاجتهاد. ما توصل لشي حاجة ما كان شانك اجتهاد وكانت أكلم ذلك الرغبة وكنت كتبغي الله. فإذا حب آآ حتى أحبه أحبه فإذا حببته وكنت سمعه. يعني آآ الله كي يقولي معا آآ كما كنقولو آآ في كل تانية في كل لحظة. فهمت متى وحد ما قد يقرب لك تكتولي عنك الباصرة السمع. القضية تعال السمع. أنا في 2019 صرت للقضية تعال السمع سمعتكم كلكم. سمعت كل شيء قال لي كي يذكر. وزدت سمعت عاد من قبل من بعد. زدت سمعت الجن كي يهضروا لي. قال لي كي يهضروا لي بسميتي سمعتو. فهمتوا وكنت قلت لكم على واحد القضية من قبل في 2019 قلت لكم ما تتفرروا بززاف الفيديوهات. لانا جانيان ضرم عند الله سبحانه وتعالى قلت لكم. وهذا كيف يبقى الشغله كل واحد تبقى الشغله. تفهمنا يعني الاجتهاد هو الذي يعطي طي الأرض. جمعنا وطعنا معها القضية يعني الاجتهاد في الذكر. فهمتوا اركزوا على هذا القضية يعني الاجتهاد والنوافل. تقول الله وتقرأ القرآن تصلي وتكون تحب الله يوميا 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 يعطي الله طي الأرض. باش تأخذ طي الأرض عاو تاني باش يجيك سهل هو التزام ذكر واحد. هذه كي يركز لها بزاف. الناس كيبقوا يخرجوا. كل مراجي يقول لك تاني ذكر دير لي ذكر يدير ربعمية ذكر في النار ذكر واحد. تزم ذكر واحد خستك تديره بعدد خيالي. خمسة لف ما فوق. تجبر في المنافع بزاف. لانه يخدم معك لانه درما انت من كتبدي كتتخلط في الاذكار كتتخلط في الموجات. تخليط في الموجات كي يقول لديك تخليط في الموجات. المنافع كلهم خروض. ما كتعرفش انت كتلقى راسك هنا والهيه وكتدير هذه وكتدير هذه وكتدير هذه. ما شيء من كتمشي تمشي في موجة وحدة كتبقى تذكر الله. تخيل ما يذكر الله هي بلا إله عشرة ألف مرة في اليوم. او لا حول ولا قوة إلا بخمسة ألف مرة وستة ألف مرة يوميا 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 تخيل ما لا تكون منفعة خيالية في حياتك. وطي الارض ركي بدا ما عشر سنين حتى ثلث سنين. أقل الشيء تلسنين خمس سنين. الى 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 واضب تكون مزيان كثيرا. وهو كل ما يعطيه على عامين على حساب النياغ. تكون النياغ. تكون النياغ والياقين بالله. يعني يجب أن تقرب الله. تكون تصلي وتحترم وتبغي الله. باش الله يبغيك. واحد القادية كي يربطوها بطي الأرض هي قادية ذيك القيصة ديال منيجة داخلها كينا في اواخر سورة البقرة. جاء وقال هل يحيى الله بعدها هذه. بعدها ماتت. فأماته الله وحماره. ركم عافية القيصة. مات هو الحمارة تعوه. فأحياه الله. قال له طعام وكلامية السنة. هنا كي يقول كان طي الأرض ذيك الولاسة يعني. لا مش طي الأرض ذيك الولاسة. هذه الولاسة كان هو دخل في زمان الله. همتوه. هنا ما كيعرفوش بناملك كيف السر ما بين طي الأرض والزمن والوقت. يعني رغم النعظة وذيك العلماء كي يحاولوا يدخلوا في عالم الوقت. ما هو الوقت. لأن الله يقسم بالوقت والعاصر. هنا منين هو قال منين هو فاق وطعامه لم يتسنى. يعني ما برج الطعام تاعه. فهو يدخل في وقت الله. لأن يوما عند ربكك ألف سنة مما تعدون. يعني احنا هنا ألف سنة. يعني ألفين وعشرين. يعني تقريبا ألفين وعشرين يومين في الوقت الإلهي. يعني هو دخل في الوقت الزمني على الله. فهمتوه. هذا يجب أن تركزوه لي. ما عنده علاقة بطي الأرض. وعنده واحد شوية علاقة بطي الأرض. لأن كل حاجة تدخل في زمان ووقت الله كتصغار كتولي قليلة في الوقت. لأننا احنا لدينا الوقت كبير. وأن الله ينا يومين عند ربكك ألف سنة مما تعدون. يعني زمن الزمان تعالله. إحنا الزمان تعالى كبير. ومن كتدخل في الزمان تعالله. كتولي زمان آخر ووقت آخر كي يولي عندك وقت آخر. فهمت. الدعاء. الدعاء مهم. كاللاحظ هذه القضية. بالزاف الناس كتدير الأذكار وما كتبعوش بالدعاء. الأولياء كانوا كي يختاروا دعاء. انت كتختار على دعاء. انت كفور قد. شيء يريد أن تكتبه من قلبك. فهمت. فلوس. زواج. ولاد. أي حاجة بغيتها. كتكتبها. وكتكتب اللهم ربي تربط بالله وبربي. ربي كي يستجب دعاء بإسم الرب. كتكت تربط هالدعاء وكي تريد أن تقول دعاء. كل ويرد ديره يوم تريد أن تتبعه بدعاء. لا يريد أن تريد دعاء. لأن رسول الله وسلم قال في واحد الحديث. يعني الإنسان الذي لم يدعش الله الله يغضب عليه. لأن الله قال لك أدعوني. والأولياء كانوا كي يسميها التعويضة أو الدعوة. تعويضة أو الدعوة. يعني كما نقول عازيمة. رأى كل شيء في القرآن كان وفي الدكرة. ما يجب دي كل شيء من القرآن ودكرة. ما كان شيء حاجة حرام. هذا شيء ليس حرام ليس كي نقول لك. يعني كي ناس اللي يبقى يقول لك عندك ريكون مسيح. عندك يكون هادية خربة. لا لا. أنت كتدخل في في زمة الله. أنت كتدخل في في دائرة الله. أنت ما كتأسيش الله. لأن أولياء الله والرسول الأنبياء هم أكبر. يعني من كتجبر ما تانا شيء واحد يقول له ركين طي الأرض. ولي قلك هذا الساحر. لأن الناس العقنة هم تولف مع الساحر. فهمت. شكل كبير. واش الساحر ولا النابي ولا الرسول. الله يناس الشيطان. يعني تقدر توصل إلى واحد نيفو كبير. فهمت. والفرق ما بين الساحر والوالي هو الساحر أنه يستعن بالشيطان والوالي يستعن بالله. فهمت. وأكبر دليل في سورة يوسف قال قال سيدنا يعقوب عليه السلام أني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهمت. أعلم من الله ما ما تعلمون. كان يسمع وكان يشعر. كان يعرف أن ولد يوسف عليه السلام كان حي وكان كان يعرف لأن الملك تأتي بالأخبار. كيف يريد أن نصل إلى القادية؟ أنت على طي الأرض. أخويا أول حاجة سهلة لكي تصل إلى طي الأرض يعني هو إذا كان الجسد في الحرام أو الدنور ما تقدر أن تصل إلى طي الأرض. مع مرحبك لا تصل إلى طي الأرض. وأسهلت حاجة لكي تصل إلى طي الأرض. تلتز من استغفار. استغفار كي يمحي الدنور. فهمت. والأكبر ولكن الاستغفار هو السهل لكي يوصلك إلى طي الأرض. لأنك يحيد الحرام أو أي شيء تكون حرام في الجسد لكي تصل إلى طي الأرض. ستكون الجسد أن تقيم وعقلك يقيم وقلبك يقيم على الله. ويقولوا طي الأرض أنه أسرع من الضوء. تسافر أسرع من الضوء. تسافر بجسديك. تحلم أحد ما أعرف ما أعرف إذا أخذرها. لم أكبرت في الأول بعد. طي الأرض عبار الله ليس هو الإسقاط النجمي. الإسقاط النجمي يتسافر روحاني. الروح أنت تسافر. ولكن طي الأرض تسافر بالجيس من ذلك. أنا أرى أني في البرازيل. في ظرف لحظة نكون في المغرب نمشي السعودية نحج نولي. في ظرف لحظات نمشي المغرب نولي للبرازيل. في ظرف خمس دقائق نمشي نزور بثاف البلايس ونولي. الزمن قصير وكي تقصر بزمن لأنك يكون أنك طي الأرض. وهذه بثاف كان الأولياء ما يعطيوهاش للتعلمين. ما كي يخافوها التعمم ويمشي واحد يخدمها في الشر ويخدمها في غير محليها. واحد الحاجة اللي نقولها هي خصها رياضة. رياضة روحية. فهمتوا يعني ما شابنا يخلط أصحاب الله. لأنك تجي بعد السينية حتى أنت بحال شي واحد يقبطوا رأخوتي هذا الشيء. هذا الشيء رأي علمي. أنا كنت نقوم بحثة علمية. لماذا أنا كنت كان نقول للمغرب ونمشي لواحد البلايس. لأن ما نبني لها زاوية لو نمشي لواحد الأوروبيا نكون في واحد ضرخ خلوة. لأننا نريد بزاف التجارب على القرآن تجارب علمية لأننا نس كيف فهموا القرآن بكيف فهموا غالط. فهمت؟ قرآن رأينا تمين قراءه صافي. القرآن رأي أعطيها الكلاب اشتسافد به في الدنيا وفي الآخرة. فهمت تخدمه لثلاثة الحواج. الدنيا والعالم الباطن الذي هو العالم الآخر الذي منك نشوه. والعالم دي الآخرة. خصها رياضة روحية. رياضة روحية هي ممارسة إسلام وممارسة واحد ديكر دائما. وممارسة قرآن هذه هي تسمى رياضة روحية. بحال شيء واحد كي دار رياضة. ما شيخ لا تدخل نتا يعني ديك سحبك تاخد طي الأرض. طي الأرض يأخذها واحد وواحد. نظر على واحد الشيخ اللي هو نحترمه واللي هو إنسان فات في الأرض هنا. إنسان طيب وعالم وولي من أولياء الله. بحال الولي اللي دارنا الولياء المغربي اللي مجتازة اللي دارنا الصلاة النارية. كان بزاف المغاربة اللي اللي أرض المغربية في الأرض الأولياء. فالشيخ عبدالقادر الجيلاني. هذا من اسماعيل قبل أن يزعزع لك الدماغ يزعزع. هو السلطان الأولياء يا عباد الله. هو السلطان الأولياء. هذا كان عنده طي الأرض. كان عنده طي الأرض هذا. ويقول أنه كان كاتب في العصان لأن طي الأرض الأغلبية يمشي في العصان يجب أن تكون كاتب بعض العزيمة قرآنية ما يقول أنك نصنع على العصان وتأكدوا أنها الشيخ عبدالقادر جيلاني رحمه الله كان كاتب في العصان الرحمن الرحيم ولما توجهت القاءة مديان هذه سيدنا موسى عليه السلام لما توجهت القاءة مديان لأن سيدنا موسى كان عنده طي الأرض لما توجهت القاءة مديان هذه الآية التي يقولها أنه كان عنده طي الأرض وهنا هو دير هذا السيد عبدالقادر الجناني دير الرحمن الرحيم ولما توجهت القاءة مديان كتبها في العصان وكانت عنده طي الأرض ولكن أخوتي سير كتبها في العصان لا تستقش معك لأنه خاصة تكون كما قلت لك تقرب إلى الله والديكر والصلاة السيد عبد القادر الجيلاني السيدرة كان يصهر الليل والنهار في الديكر كيف يقول لك اكثر30 عام وخمستاشر عام في يقول عبار الله الا لا إله إلا الله و Tennessee ما أسمع ما أسمع ما أسمع أنك أق geen tazim بديكر واحد لأنني أتmont Sina كأنا ويقول وأكثر عبد القادر للجيلاني رضي الله عنه كان كان يقول لا إله إلا الله كثر30 عام وخمستاشر عام لديكر واحد فهمت وذكر واحد يقول يومياً يجب أن يقول 15 ألف و 20 ألف مرة في النهار حتى 35 ألف و 30 ألف في النهار ويقول لا إلى الله لا يوجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا يقول ينطبق عليه الحادث الذي أرينه في الأول وبداية صورة الليل هي بداية صورة الليل يقول الآية الأولى والآية الثانية يقول يمكن أن يفتح بعض الناس يقول إلي داومت عليها ف Lily أردت هذه القاية الاولى والآية التالية من صورة الليل يقولوا أن تفتح طاية الأرض ومن الصور التي كانت قلية حصية طاية الأرض قال لي اسمه هو الطاية الأرض أو الخطوات هي صورة الإخلاص عندما داومت على صورة الإخلاص بتماعون يعني هي أصيبها آلف مرة فالنهار عندما تأخذ تهوير تأتي واحد النهار تفتح طاية الأرض تقول لي تصافر عبر الزمن تقول لي تصافر في الحقيقة ليس عبر الزمن كدولي تصاف فيين بغيت هناك أنا واحدة تعويذة لي مشهور夫 هيا كني ديروها وهي تعويذة اللي نوف من كي الأول�� كي يسميه التعويذة أو الدعوة هي بسم الله على قلبي حتى يروى بسم الله على ركبي حتى تقوى بسم الله على الأرض حتى تطوي هذه كيقولك بيها كالطوال في الأرض وكتقدر تصافر وكان واحدة أخرى لي مجاهدة تاي ويا بسم الله مجراء إلا ما شاء الله بسم الله مجراء إلا ما شاء الله هذه تاي كي يخدموها كيقول لي طيّ الأرض أو قس المسافة وأعظم شيء لكي تقول لك هذه القضية هذه الكرامة لطي الأرض وهو أختي توكل على رب العرش توكل على الله رب السماوات والرير تقول لك أن الله تقول لك طي الأرض ولكن رب بالوقت تأتي بالوقت مثل ذو القرنين كانت عنده طي الأرض ذو القرن كانت عنده طي الأرض يجب أن يذهب من هنا ويذهب إلى مشارق مغارفة كانت عنده طي الأرض لهم الأنبيا والرسول والأولياء كانت عنده cute حيث أن覓ت لا ت GilPI knots Bios أمزعون كثيرة تجارب مختبر، أمزعون بفرد 그렇게 أريد أن أكيدًا لم يرغب النار أمزعون سنهاد لم يرى في أي آية وفي أي صورة كالصق كالصق بيناتهم وشو اسمها دي وصلوا بوحدة تجارب نحن كنديرهم يعني كندي شي تجارب وكان نكون توفر للظروف كوندي الوقت متانا وكون كما قلتكم في المغرب وكون شي بلاصة هكا ندي بزاف تجارب اللي يعني نوريكم القرآن بنظرة أخرى كي اللي كيقول طي الأرض كي تعطيها يعني بسم الله الرحمن الرحيم كهاء يا عين صاد حاء ميم عين سينقاف هذه الحروف المتقطع في القرآن كي تعطيها بهم طي الأرض أخوتي هادو أنا جربتهم أغسهم الوقت هادو خسنينة تسعين يوم ديالهم ثلاثة أشهر نقودي معاهم في تجارب ندي بزاف تجارب ويكونوا معي متطوعين ثلاثة أو أربعة دي الناس باش ندي لليهم التجارب لأن لدي تجارب علي بكاء هاء يا عين صاد حاء ميم عين سينقاف هذا الطول هذا السنة سنتين ولكن إلا كانوا معي متطوعين قدروا في الظرف ثلاثة أشهر ستشهر خرجوا بنتيجة أنا أريد أن أعطيكم تجارب لأننا سأخذكم اليقين في العراق وفي سوريا كانت الكثير من الناس خاصة في العراق وفي جهة الشرق كانت عنهم طي الأرض وفي المغرب كانت طي الأرض وكانوا أولياء فاتوا في المغرب كانت عنهم طي الأرض نعطيه واحد تجاربه عن واحد السوري هو الذي كان عنده طي الأرض كان يذهب إلى مكة ويصلت الظهور وإنه توجد الماكلة أسماء أسمع وكانت توجد الماكلة في المعد الذي قلنا في الأول وكانت توجد الماكلة فلنطبق عليه الماكلة كون يوم توجد الم teilweise في Belt andge وكانت ال accusة ويصل القرار där وكانت ت Liquid I can utilize الماكلة وانت تعيت له negócio ستن Hundro أسمع قبل الحديث ما قالت في الأول كون أسمعMM أسمع الشرق قدر أ supplمع كان عنده طي الأرض ويرجع في الضرف ويكون في الضار فمتي يمشي فين بغاه ولكن هذا الذي يكون عنده طي الأرض مدى ما تكون لديك الرغبة عادي ستكون عنده طي الأرض يمشي شيء بلاصر لك يريد يمشي للحاج الصافي يمشي للحاج الزور القدس يمشي للبلايس فين يتعبد ليس يكون عنده طي الأرض بشديدة شيء خائبة قصة أخرى نتعى واحد أخذ في طي الأرض هو كان معاشي واحد في العراق وكان قال له غمض عينيك وكان له غمض عينيك و يفتح عينيك و القارصف في مكة قال له غمض عينيك و يفتح عينيك و قارصف القدس فتح عينيك القارصف القدس يعني هذا هو طي الأرض فمتوا؟ و طي الأرض يأتي بالتعبد و الإخلاص لله التعبد و تعتقد بالتعبد في جد يقول القلب صافي و لا يكون الجسد فيك فيه الحرام لا يكون الحرام و ملتزام لذكر واحد و يتكتر في النوافذ تكر الله و تقرأ القرآن فهمت و تكون ذكر واحد. أما ذلك القضية عن إسقاط النجمة لا تنظر على ذلك. ذكر السهلة. كنت من المستغفرين. ذكر الله كثيرا بزرورين. و يشوفوا رسم في الواقع يتهزوا و يمشيوا البلاسة أخرى بالروح. فهمتوا. كان واحد أخرى عادي واقعي هي مرة كنت منها مع رجلها و ناضط في الليل. و شفت في البلاسة أخرى درت الضوء بالتليفون و شفت في البلاسة أخرى. و لم ألقعتوش. و يطف التليفون و يتخطي في البلاسة أخرى و يتطال على رجل. و أرجى في البلاسة و أرجى و كان ناعس و أرجى و كانت الجسد أخرى. و كانت واحدة أخرى هي واحدة المرة الحقيقية. و هذا السيد من جهة البلاسة في المغرب. من جهة تقريبا. كان أطيئ الأرض. قلت لي أن كنت أطيئ بالماكلة. و يدخل الوضع. و هذه واقعية نقولها لكم. واقعية. يدخل الوضع حتى تضبر عليه في بيت الوضع. و ما تجده. و يدخل الوضع. و لديه أطيئ الأرض. و يتهز. و هو السحر يستعنون بطلع السحر. و يكذلك و يجعلون منهم. و أسماء من الشياطين و الجن. و تنقلون. و لكن الأطيئ الأرض لديه أولئة. تكون تنقل بإذن الله تكون تقرب إليك إلى الله ركزوا على واحد القادية قلتها هي الدعوة أخوتي الدعوة أو اللي تسمي الدعاء دعوني أو الدعوة أو العزيمة أصدقكم لا بد أخوتي تديروا شي حاجة نتعكم لأن فيها ما ندير لك ولكن نقدر ندير وحده ومش نفعل الأخوة والأخوة بغي يتزوج ووحده بغير الفلوس هذا بغير ووحده بغير هادي والأخوة بغير الجاه ووحده بغير هادي كل واحد يدير الدعوة يأتي قياد آية من القرآن ويكتب الدعوة يكتب الدعوة اللي يبغي وكتب ذلك الشي اللي يبغي وكتب دعاء من القرآن وقم مع الدعاء ويبقى يقولو موان الورد أنت ويومين سبعات المرات حتى ثلاثة المرات ويقوم بأشهد هذا يخدم معك بسرعة لأن أنت ذبان مثلا أن تديروا أنت كتذكر الله بزيف 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 كتذكر الله ولكن أريد أن تدعو تدعي الله استخدمك شيء يريد. يجب أن تدعي الله. يجب أن تدعي الله. الله يعطيك منه أن يدعيه. اللاهرة يعطيك. يجب أن يدعيه. يجب أن يدعيه. فهمتوا؟ شيء آخر. اللاهرة يتحمل كثيرا. اليوم قال لك من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بيهو حرب أو الله وطريدة الحرب في مدينة حوم. و أحد المرأة تلفل لها ولدها. و قل لك . أعرفوا المرأة الأولى نزاحة. يعني حنينة كثيرا على أولدها. وقالت تبكي وتبكي ومني شفت لولدها حجابان مشتك جريت عن قومني عن نقاط وقالت تبكي وهو كي يبكي ولدها وكي ينقى بالفرحة وبالفرحة بالفرحة بكى وقال الصحابة بكى فالرسول الله وسلم قال لهم الله أحن من تلك اللحظة التي شدوها تلك المرأة أحن من المرأة على ولدها علينا احنا فالله حنين بزاف ما تخيلوش الله شحال حنين نحن من نحن معرفة الله نحن من الذي نفعل الحرام نحن من نحن معرفة الواتساب نحن معرفة фيسب المنحون Lake en youtube وفيديوهات مقابل تخربة وклад mismatchك ومقابل La macch 모르 ويقولك الله لا يكون معي ولا يسمعني ولا يقول لك أنت أخذك تكون مع الله بشي الله يكون معك أنت أخذك تلتزم الدكر أخذك تلتزم الله أخذكم تجتهدون أخذكم ترجعون ما نازل ينتعكم مساجد هذه هي كورونا اللي علمتنا أخذ ديوركم يرجعون مساجد تذكروا الله في البيوت ننتعكم صليوا وعلموا لأولادكم الدكر رامعين فكي الله غدا ولا بغدا تموت حال ما طال عمرنا تاكرا كمية فهمت والناس اللي في القبور اسمع النسل في القبور ناسين في القبور يقولوا ياريت يقولوا ياريت وكان يرجع وكان يرجع يدكروا الله aqui نهار واحد يرجعهم الله واحد يذكروا فيه لا اله إلا الله لا إله إلا الله في الأرض هنا وانتر عندك الفرصة لأن منك تموت لا ينفع نادم لأنك تموت لا ترجع انت organized فرصة لفوق الأرض وادكر الله هذه المهمة للك غريقة نطابق عليك الآية وما خلقت الجن والإنس لا يابن نخسك تذكر الله لابن أما قضية الرزق الله يقول لنا الآية أنت وما خلقت الجن والإنسان إن الله هو الرزاق دل قوة الماتين لا تقلق تبني الرزق على الشيطان إلا ما أذكرت نعطيه للوقت الصلاة والذكرى من الخدام خلي كل شيء بأمر الله الرزق نعرف اسمه في الأذرار الله يقوله في القرآن أنت تذكر الله والسبب يأتي عند الله سبحانه وتعالى فهمتوا وما نتحدث عليكم نتحدث عليكم 24 دقيقة طي الأرض فهمتوا اسمه هو قص المسافات أو الخطوات يعني كديروش خطوات ولا تتكرت لقرأتك بلاسة أخرى كما ذاك كان واحد الولي اللي قال عليه السلام قال لك وكان نفسر لكم كهائية عينصاد وهذا نعليه في الفيديو السابق قالوا كان نفسروها تمشوا على البحر هذا كان عنده طي الأرض بالكلام من تعويلا حللته هذا كان عنده طي الأرض هذا كان يتمشي على البحر بكاء هائية عينصاد يعني فيها حروف قوية وفيها أسماء فيها الشفرات إلى فتحتهم تمشي على طي الأرض يعني تمشي على البحر وتقص المسافات وتسمع عنه بعد وتشوف مباشرة كيناس اللي يقولون تشوفهم لهم تشوف مباشرة توقف وتشوف حتى تلفازة توقف حداك وتشوف مباشرة عمر رضي الله عنه كان في خطبة وواقف وقاعد كي يعطي الخطبة وهو الشاف وحد أخرين صحابة أخرين كانوا في معركة أخرين شافهم مباشرة بحل تلفازة شافهم كي يدابزوا شافهم كيتعاركوا يعني شافهم هو العمل تد differentiate يعني وأنا يعني tweet وضعك backs من كان على تلك الغ agreement وتكون مسافة مع الله وتكون مع الله وتكون بالنوافغ وتكون بالنوافغ وتتكر وتتفيق وتشوف مباشرة لا تتسخ لا تستفيد شادًا ت Poena أو تسقص مباشرة ترا اس د shooter لأن الله يسخر لك كل شيء في الأرض الله يسخر لك كل شيء في الأرض يقول لك كل شيء بنيتك ويقول لك كل شيء يريد لأنه يقول لك أنه يحبك الله وإذا أحبك يبسط لك كل شيء يعني إذا أحبك الله يحبك كل شيء الكون وذلك حاجة أخرى تبقى تفهم الحيوان كيف هذا وكانت تعمل القرآن بالطريقة الصحيحة الطريقة العلمية التي لا نستعملها في العلم الطريقة العلمية نعملها في جسدنا في الأرض سوف نحضرها معك مباشرة لا نحتاج الواتساب لا نحتاج اليوتيوب نرى مباشرة نأتي لك جي اندي تسمعني اختراق السمع اختراق السمع أخوتي يركزوا له القضية اختراق السمع يعني أن السمع كنت تسمعني عن بعض يعني مثلا نهضر هنا أنت تسمعني من تماما أنا في البرازي أنت تسمعني من المغرب وتسمعني من السعودية ونستعمل كذلك أولا نهضروا مباشرة بحالة نهضروا مكلامة هذا القرآن والدخول كانت تسمع القرآن ونحن لا نستعمل القرآن نحن لا نستعمل القرآن كليه ماتوا كثيرا والناس لم يستعمل القرآن والدليل هو سيدنا سولي عمان يعني كل شيء يتذكرون القرآن وتقررون بالله تستطيع تفهم لغة الحيوان لغة الجن فهمت لغة الجن الحقيقية يظهر لغة الجن الجن نرى عندهم لغتهم حقيقية ليس اللغة التي يظهروا معنا بها أن يدخلوا بنادب ويظهر بلغة كلها لغتهم حقيقية تقدر تشوف الظواهر الأخرى تشوف العالم الآخر مباشرة تصافر عبر الزمن تصافر دير اللي بغيت كل شيء بالقرآن ولكن نحن داخلين في إطار الحلال ليس الحرم منوع أنك تذكر تستعين أي بجن أو شيطان أو طلاصم أو تدخل مثلا كلمات أحزاب من الشيطان مثلا أسماء شيطانية في القرآن تقدر طلاصم هذا كله ضربه في الزير هذا كله يدك للشرك نحن نريد أن نخدم القرآن بطريقة صحيحة والذكر وأكبر داليل عندي واحدة المعلومة عن زيدها لكم من فوائد لا حول ولا قوة إلا بالله الصافر اللي بغي يبدي صافر اللي بغي يصافر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله هذا آخر الأب حذرت على آية الكرسي ولا حول ولا قوة إلا بالله كالصافر اللي بغي يبقى يصافر بعد أن نعيسه هو يصافر وعليه بلا حول ولا قوة إلا بالله ولكن كما أقول لكم رأي كاتب دمر بعلاف ما فوق يعني ما شاء تبقى تقول لي تقول مئة ولا مئتين وتوصل على النتجة السكر بعلاف تلتالف يوميا فهمت؟ تاخذها ويرد واختار من أسماء الله الحسن اللي يعجبك والسقوم لا حول ولا قوة إلا بالله وتقال تقولها والأبحاث على القرآن رغم أن يبغي شهورة أو سنين لكي نأخذ نتائج كبيرة قد ينتعك هائية عنصاد أخوتي هذه الحرف المتقطعة خصها بحث معمق يعني ما نجيش نبقى نقول لك أنا شيء معلومة خاطئة بحث لا يمكن أن نبحث في اليوتيوب ولا في جوجل اسم مكياتك استرجاع الحبيب ولو تهييج الحبيب فيما مشيت آية الكرسي تلقى لها تهييج الحبيب وتسرجع الحبيب والمحبوب والتخربيق وصورة الإخلاص كذلك تهييج الحبيب في الحال كهائية عين صاد حائمين عين سينقاف تهييج الحبيب يعني شوف في مشاعقنا احنا عقلنا مشايا مع الحبيب والحبيبة فانت مشاعقنا مع التخربيق ورخصنا خدموا القرآن للصالح للشفاء للشفاء والتنقل ما تبقى لا تأخذ لا سيارة ولا حافلة ولا قطار ولا طائرة التنقل من مكان إلى مكان في رمشة عين حسنا نخدموا القرآن للخوارق تدير شي حواج متيقهم ومش العقل أما القديناة الحبيب والحبيبة هذي يخلين منها وما تقوش تخدموا القرآن في حبيبي وحبيبتي هذا كل واحد كتدخل اليوتيوب كتلقاي هذا المعمرين اليوتيوبي باتتخر بيقى هذا وغوغل الحاجة التي تقول لك تهييج الحبيب تهييج الحبيب أخوتي أخواتي حاولوا تمشيوا في الطريق اللي بغى الله اللغة للحيوان هذه من الحواج التي تقدر تفهم اللغة للحيوان فهمت؟ يعني قال الانبياء والرسل كانت عندهم هذه والأولياء إلا تريد أن تصل إلى هذا هو التزام ذكر الله وعدم المزح مع الله ما تمزحش مع الله لأن الله لا يمزح تفهمنا؟ هذا الذي كان طي الأرض الذي نقدر نقول لكم نوصل لكم الرسالة لا يريد أن نقوم في هذا نوضع الزهرية وفيه شيطان جن عاشق السحر لا يمكن أن يخرج 300 عام فيه السحر سيكون فيرعون لا يمكن السحر 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 سيكون فيرعون براس تفهمنا؟ سحر براس بفيرعون إذا أذكر الله خمسالف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله خمسالف مرة في اليوم أو قرأ الكرسي 313 مرة يوم لمدة 40 يوم سيكون فيرعون من القبر السحر براس لا يمكن أن تقول السحر سيكون 1940 لا 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 تتعلم للراق لا تتعلم للراقي لا تتعلم على رأسك الله يقول لك حرك لسان الله يتعلم في القرآن تذكره الله يتعلم في القرآن تصلي الله يتعلم كيف لا تتعلم للراقي تفهمنا تل الله وفرسكم وإلى اللقاء وهضرت اليوم بزر سمحوا لي أنطوة عليكم مع السلام وإلى اللقاء ورمضان مبارك حتى المو رمضان إن شاء الله ونقوموا فيديو ومع السلام